موسيقى يتزامن هذا الافتتاح البهي مع احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية بعيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي العشرين ويوم الجيش وهي مناسبات كلها عزيزة على انفسنا لانها تمثل اهمية الاستقلال بشكل عام ومسيرة الاستقلال وهي مسيرة وحالة وقد عانى الاردن وهو يعيش في منطقة ملتهبة لقد عانينا الكثير في موضوع الطاقة وتعلمنا الدروس تلوى الدروس فكلنا نذكر انقطاع البترول العراقي في مرحلة صعبة وانقطاع الغاز المصري في مرحلة ايضا صعبة تكبد الاقتصاد الاردني والمواطن الاردني كلف عالية جدا جدا نتيجة هذه الانقطاعات وبالتالي كانت دائما وابدا توجيهات سيد البلاد ان نسعى الى تحقيق الامن الامن الطاقة الاستراتيجي للاردن ونحن اليوم سعداء جدا بان نرى هذا النتاج هذا التوجه الذي لم يكن ليرى النور لو لا الشراكة الحقيقية والصداقة الحقيقية والاخوة الحقيقية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وهذا احد نتائج الاستثمار من صندوق ابو ظبي للتنمية الشكر الموصول من الشعب الاردني كله الى شعب الامارات وهذا تجسيد لا العلاقة الاخوية بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم واخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان هذه العلاقة تستمر وتدجسد من خلال مشاريع ذكرها سعادة الاخ في كل القطاعات وليس في قطاع الطاقة ولكن قطاع الطاقة بالتحديد له مكانة عند الاردنيين لان كلنا نؤمن باهميته ونعاني وعانينا نتاج الانقطاعات المتكررة اذا هذا المخزون وقد اطلعني الزملاء على اهميته لاننا سنصل ان شاء الله الى مخزون ثلاث اشهر من الديزل والسولر والبنزين والغاز في المراحل القادمة وهذه هي سعة المشروع وهذا مهم جدا لامنة الوطني هي خطوة اساسية من استراتيجية الطاقة المتكاملة وجزء اساسي من استراتيجية الطاقة ان يكون لدينا هذه المنعة والقدرة على التعامل مع المتغيرات في محيط صعب جدا هل هذه نهاية الطريق؟ بالتأكيد لا نحن نسعى وبطريقة استراتيجية الى معالجة موضوع كلفة الطاقة على القطاع الاقتصادي على القطاع المنتج في الاردن وايضا على المستهلك مشاريع الطاقة المتجددة التي نراها في هذا الموقع وفي مواقع اخرى كلها تأتي ضمن هذا التوجه وان شاء الله سترى هذه الاستراتيجية تطبيق الاجزاء الهامة منها خلال الفترة القادمة بما سينعكس ايجابا على المستهلك الاردني وعلى المنتج الاردني احييكم جميعا واشكر شركائنا من المانيا ومن اسبانيا على نقل المعرفة ووضع خبراتهم في خدمة هذا البلد واشكر جميع القائمين من الشركة اللوجستية وهيئة الطاقة ووزارة الطاقة وكل شركائنا في هذا القطاع الهام على ما وصلنا اليه وتستمر المسيرة ومنها الى الاحسن ونتدرج في امن الطاقة شاء الله بمعيتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة